واحد السيدة متعرفة له واحد السيد يعني كي يبيع الدب مش هد عندهم المحال باش تبيع واحد المضمة وكان هنا يهو اول لقاء ديالهم فهذا المناسبة بالفعل اشترى من هاد المضمة وابقعت معها علاقة يعني مكتدوز من المحال مرة 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 كتشوف شي خاتم كي يجبها كي يصيب معها وتعرف عليها بالحكم بان هو ممزوش وذلك المحال كان ديال الاب دياله هي كذلك سكنة مع وليديها وجات عنده شاف السيد بتها يعني تطور معها العلاقة ولا كي يقلس معها في القاوة در معها علاقة مجال دارهم اخطبها من دارهم تزوجها لسنة الله ورسوله هذه السيدة ولدت معها ابنت وقبل ما تولد مع ابنت كانت حاملة وكان وقع بيناتهم وحت الصداح يعني ايه كتبغي تخلحش كتبغي يعني تماكي وما كيبغيش كي يقول لها تطور في الدار يعني ما عندك تخرج اللي بغيتين جيبها لك في ايام كان نراسقها صح وكانت جالي واحد يعني كان ضربها مما ادى الى يعني نزول ديال الجانين مشهت للصبع الدار داوات لقاو بانها كانت حاملة بولد يعني كان دراج لها شوية صعب عاو تانين الفترة الثانية حملت منه ولكن ولدت ابنت هاد البنت عادية بدأت تكتبر معهم في الدار ديالهم ولكن الام بدأوا في خيص عمات بالحكم هاد السيد هادا ما كان ساكن في دار دياله بوحده كان عندهم فيلا وكان ساكن مع الاب دياله اللي كان هاد الاب دياله مسكين مشلول وقعد والام دياله بطبيعة الحال متوفية وهي كنت تقول له دائما وكان ساكن مع الاب دياله بوحده وكان عنده في نفس الفيلا كان ساكنها مع الاخ دياله الاكبر والزوجة دياله دياله والأولاد دياله وكان ساكن يوقع واحد للنقاشات والخصامات مما ادى الى رجوعها لبيت امها وكانت في ذلك الفترات متى الام دياله ومتى الاب دياله وبقيت عايشة في المنزل دياله هي والاخت دياله الاكبر لغير المتزوجة وكانت مزوجة بالراجل كان مرة مرة كي يجي عندهم المنزل دياله ومرة مرة هي يعني كتجي عندهم المنزل دياله يعني كانت معي شاش يعني مستقرة في بيت واحد من بعد بدتك تتلاشى العلاقة دياله بيناتهم وديك البنز طبيعة الحالة عايشة مع الام ديالها في المنزل دياله ما كتخليهش مشي المنزل فيه مساكن هو والاخ دياله والاب دياله ذلك البنز بدتك تكبر والعلاقة بين الزوجين بدتك تتلاشى واحد النهار اجيت اخبار بانه السيد هذا عنده مرة اخرى يعني كيمشي لواحد دار اخرى هنا اه 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 ادخلت واحد الفكرة ديال الخيانة مشاهد بدتك تغوت في ذلك الدار اللي خياته فعلا هو من الصنات هو اللي خرج اه بدك يضربها وقال لها بززاف عالي كاديرها مراتي وانتي ما كنحملكش وانتي دباب لابرادية لك توصل بالفعل هي ميكتشفات بانه مزوج المرات التانية ما تقبلش سعيه بغات الطلاق كذلك واجهته من الجنة والناس طلقا بتزعيشه في دار ابوها هي والاختة دياله الاكبر ومعها البنت دياله مره 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 كيجي كيشوف البنت دياله كيطمأن عليها لا بغاتش يحجرين الفلوس ولكن هاد البنت هادي كتكارها ابوها يعني كبرت في واحد الجو اللي ما كانش البنت يعني استابليزي في العقل دياله فكثم مره تبغي ابوها مره تبغي ابوها مره تبغي ابوها مني كدرب همها كتبرد فيها الغدايد لدي الاب تبغي ابوها وأيضا بعد قراءة ح تصاعدها في الشراء وأيضا بعد ما حيثو باطنSer فبدأ بحكمة دهcale حتى طلعتها يهمل الى اكبر 21 انا الان كلت القرأة جانبج منيبه و Jagdso تعرفت على واحد دري واحد دري فراش في الحومة ديالهم يبيع البيجامات تعرفت عليه خروجية و تتقدير معها علاقة و تتبشي عن دارهم تعرفت على الأم دياله الدري طمع مشافة يعني تجبيها و تعرفها بأنه إنسانة عصبية بزاف إنسانة اللي كانت غير محافظة اللعبوا لها على الضغوطات النفسانية مما أدى إلى مصبب الزعف ولكن البنت يعني مما كان يوقع على شيء مشكل كتجي عندها تسيداده و كتقد تحكي لي و لقيت فيها يعني مع الراحة دياله فقررت بأنه تزوج مشاهدت عن الأم دياله و خبرتها بعض الخبر انقلت بأنني أنا راني بغي نزوج هاد السيد هذا أم رفضت تماما قلت لكي فاش حنايا نزوجي واحد فراش و واحد شمكار و ذكرها خانز و كان عرفه و كان عرف أمه واحد نرد بسمع أمه في الحمام والله لديتي بدأت قد تعطى مع الأم دياله ليش ما انتي و انتي تسمح فيك الرجال بابا بمع دورة سمح فيك اه لا 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 أنا أحب لك انا بغي وش بغي تسمح في شي واحد كيف مما انتي تديتي على الطمع انا بشتش نوقع لك معه و بدأت قد تعطى مع الأم دياله تصور الأم دياله اللي حملت بها يعني 9 شهر و بخلت مدرس معها و تبسس مع الأب يعني دياله و جابتها عندها لدار في التالي تقول واحد الكلام اللي هو اه 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 يجرح النفسانية ديال هاد الأم هذي كيفاش هتطوره معايا هاد الأم هذي اه هاد المفاجأة اللي داجتها له هاد هاد السيد هاد البنت دياله و هي مفاجأة يعني دارة بزاف اه هنا يا الام زادت من فعلات و زادت يعني استمرات في هاد القرار اللي خدته بإنها مع مرأة عد زوجات السيدة هدا و مع مرأة يعني اه عد تأخده مشات وحد نار عند هذا الفراش هدا و ثباته هدا الفراشة الاخرين بدأت علي يا يا السعاي والله لديتي بنتي تفرق على بنتي والله تنجيب لك البوليس انتكت كتلعب مع قلدي اللي بنت والله لديتيها والله هادي و كانت مركاتو حتى صحابه انسان مرداش صحابه كامل يصحبون بانه هو فعلا كيلعب العقلية على البنت كانوا الناس دي الحمدين اللي حد نضرع اللي حد نضرع جميلة و حد نضرع خالق و حد نضرع لا شفش مرة كبيرة هزة كفة و لاش حاجة يمشي كيعاون يسمح في الطبلة دياله و يمشي يعاون هذا المرة عادي ولكن جات خيبة لغة الصورة هادي و مرداش و دار فيها النفس و فعلا اعيض البنت دياله واحد النهار و مشيت عنده البنت و احكي لهذا الشي قلبي ان الام ديالك جاز و انا ممكن ليش نستمر معك في هذه العلاقة ام ديالك شو هادني و بغى تقعد ضربني تفكوها الناس و اجمعت ليها الجوقة و بدت تكتلوها في البيجامات و انا غامرة كبيرة معها و انا غامرة انا غامرة انا غامرة و انا رأي انا داخله سوقراتي و انا رأي انا انا راح ضريفة. انا مسحبنيش الام ديالك يعني بهذا يعني بهذا العصبية يعني في انتبانيتي وراها يعني من الاحسن انت فارق. هاد البنت هذي كما قلت لكم عصبية بزاف. اه شافت تراصبينها تفتعرق على هاد الحبيب ديالها. واخدت الامور بوحل جدية تامة بانه يعني شافت بانه كهدر اه سيغيو. وهي اسم اترافي ولكن هو مع الاسف قلق انا ركع عارفة يعني انا ما عندي اشي علاقة مع اشي وحده وما امره عن نساق. ولا كي ميمكني اشي يعني انا ما بغيش نكمل وانا ويكا بغينا الحلال. يعني بدك يرجع للومة بان الام ديالك هي السبب. يعني هي مشت البنت جارة لدارهم. فبتتكت تنقش مع امها كي العادة. الام ديالها مديت ايش فيها. مشت ناست. خلاتتها ناست. ومشت. وفيها تلحليها وخنقاتها بخدية. مما ادى الى وفاتيها فورا. بالصباح. يعني فاقس. جيت عندهم الاخت الكبيرة. اللي كما قلت لكم. جيت. قلقى اخت ديالها ميتة. بدت تغوت. شنو ما شنو. شنو عدي. جيت عند البنس ديالها قلت لها امي امي قلت لك كيفاش امي امي. شنو هالطراب اللي فيها شنو هالخبيش اللي فيها. هنا هي عيضات البوليس. اخت ديالها جاو البوليس. شوف اختي. راكت ديما كدب زميع بنسواني متأكد تكون هي دارت لاشي هاجها. الاخر انا انت يالي دارت يالي انت يالي شكل يشاف. دوهم بجوج. بدو كي بحثوا معاهم. قلوا بان الاخت اخت الكبيرة اني بارئة. بعدما شهدوا جيران. بعدما اكتشفوا بانها ما كانش تمية كاتم صافرة عند خالتها. وعد جيت. بحثوا مع البنت. البنت قلوا بانها كاتمية وشنو موقع ما وقع. شوحدين قالوا بان رجلس عند الحبيب ديالها جابوا لك الحبيب ديالها. قل لان في اعلان ديك الليلة جيت عندها وقلت لها شنو وشنو وشنو انا بغيت تفارق معك. من بعد البنت هي تطهر بما نسبة اليها جملة تانت تفصيلها وحكمة تالية المحكمة. لا تنسوا الاشتراك في القناة واتفاية الجرس الي يصلكم كلها جديد.